الستهدى بتتكلم عن القرد وانهم اقترضوا عشان يجيبوا سيارة وبعد كده جابوا فيزت المشتروات وملتزموش بالسادات فحصبح هناك تراكم فالناس بتقولهم انه ده عشان انتوا خدتوا قرد وادخلتوا على نفسكم يعني وبال الاقتراض هو المقرر ان القرد الشخصي زي ما احنا دايما بنقول لحضراتكم القرد الشخصي ممنوع الا عند الضرورة او حاجة لان الحاجة بتنزل منزلة الضرورة مدامة الحاجة دي كانت متحققة وموجودة واحنا مش عارفين يعني نعيش وعايزين نزود نزود او يبقى فيه دخل عشان نقدر ان احنا نعيش فلا اسمع على من اضطر الى فعل ذلك من اضطر الى فعل ذلك لان الله تعالى علمنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه لكن مش معنى ذلك انه الانسان يستهين بمبدأ السداد من ممكن نيتي اخد ومرجعش او بقى زي ما ان شاء الله ربنا يسرها وبقاش انا دارس الموضوع ازاي نفس القصة يعني مش دارس انا حسد ازاي فده استهتار بهذا الدين وبقى انا كبلت نفسي وكان ينبغي برضو في السداد لفيزا المشتريات في الوقت المحدد من جهة البنك اللي هما بيدوه المهلة اللي بيدوه عشان ما تقعوش في الممنوع وده كله من عدم ترتيب الامور في السداد وسألوا الله سبحانه وتعالى المعونة وترتيب امر السداد وان ربنا يعينكم على جدولة السداد لهذه الفيزا ونسأل الله العفاية لكن مش احنا المؤمن بيستعمل عقله المؤمن وكيس فاطئ مش كده شغال عشوائي بيتصرف عشوائي لا بيفكر انا عندي امكانية لما هجيب العربية بياخد القرد اصد القرد عندي امكانية ولا ما عنديش في نفس الوقت لو خدت تمويل بيه عندي امكانية اصد ولا ما عنديش ولازم ارتب في اسوأ الظروف انا ممكن اعمل ايه وفي الظروف المستقرة انا هعمل كذا كله وفي اسوأ الظروف انا ممكن ايه اللي يحصل معايا عشان ما لا اورد بنفسي ومن معي موارد الهلاك مسألة انتو لم تحسنوا التنظيم ولا الترتيب آية ان شاء الله يقايا جاوبك على السؤال بتاعك في اقرب حلقة السيد امو احمد لو فيه ان شاء الله وقتها جاوبك عليه بتقول حماد بنتها طلع عمرة عايزة تحن شعرها وعايزة تقص دوافرها وعايزة تعمل حواجبها لا مانع من عمل هذه الامور قبل الاحران بالعمرة واحنا عارفين ان احنا لاستعداد للعمرة بنعمل الكلام ده الإنسان بين السنن من المستحبات يتطهر الإنسان ويقلم أظافره واللي عايزة تحن شعرها كل ده من السنن على فكرة في الاستعداد بتهيأ للعمرة قبل الإحرام وبعد كده بقى تسألي عن محظورات الإحرام بعد ما لبيك اللهم بعمرة خلاص بقى التزم بالمحظورات ما أخدش حاجة من الشعر لا من الحاجبين ولا من شعر الجسم ولا من شعر الرأس ولا الزفر ولا أن أنا أتطيب ولا أتعطر وممنوع الجماع وممنوع قتل الصيد وينفرد طبعا الرجال عن النساء بلبس ملابس معينة وهي لبس المخيط اللي هي ملابس الإحرام يا صاحبة السؤال